خلوني بس أبقى معلش هبقى صدم شوية إزاي تصدق كلام فارغ وتافه وعبيط زي إن مصر هتبيع المستشفيات المملوكة للدولة وهنلغي العلاج المجاني وهنلغي التأمين الصحي طب إزاي؟ إزا كن البلد بتعمل عكس ده عكس ده بلاش هيجي واحد من اللي مستفدين من ترويج مثل هذه الشائعة هيقول لك ده شروط السندوق طيب مش إحنا كنا بنتكلم أول مبارح يا جماعة وإحنا قاعدين على الترابيزة دي وجايبين خمسين سؤال بخمسين جواب عاملهم المركز الإعلامي اتبع لمجلس الوزراء تجاوب على كل حاجة وأنا قصدت وقتها أقولك إنه من ضمن الاتفاق اللي ما بيننا وما بين صندوق النقد إن إحنا نوسع المظلة بتاعة الحمال الاجتماعي أي نطاق مساعدات الاجتماعية التي تقدم من الدولة إلى المواطن بين قصين زائد لا الزائد بره والقصين هم مقفلين التوسع في التأمين الصحي الشامل يعني لو أنت بتتكلم على إنه الصندوق ممكن يبقى هو اللي طال طب دا العكس حط نفسك مكاني تعمل إيه؟ مش ليك حق تستغرب آه هتلاقي المركز الإعلامي هو هو بينفي بيقول يا جماعة ما حصلش الشائعة بتاعة بيع المستشفيات وإرغاء الطائق منين الريس بيعمل مبادرة أو عمل مبادرة ضخمة جدا للقضاء على قوائم الانتظار قوائم الانتظار دي بالمناسبة بتاعة العلاج المجاني والحاجات اللي بتعمل على نفقة الدولة وما إلى ذلك المركز كما جارت العادة هو بيقوم بدوره وبيرجع له الوزارة المعنية في الحالة دي هي وزاعة الصحة وهتلاقي وزاعة الصحة بترد بمنتهى الشفافية لا يا جماعة ما فيش حاجة من دي خالص ولا خاص خاصة مستشفيات الحكومة ولا هنلغي العلاج المجاني ولا كلام من ده وهتفضل المستشفيات بتاعة الدولة هي مستشفيات الدولة وهتقدم الخدمات بتاعتها بالمجان مش بس كده وهتحقق وبتحقق ومستمرة في مسير التحسين الخدمة ومستمرين في التوسع وفي تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بس خلاص